اهلا بمشاهدي قناة الاهلي مرة تانية في الجزء الاخير من الاهلي ليلة النهاردة لازم ارحب بضيفي الكبير النهاردة نجمي من نجوم النادي الاهلي في التسعينات وجيل عظيم جيل حقا النادي الاهلي الكثير من الانجازات في مجال كرة اليد كرة اليد هي محيرة جمهور النادي الاهلي ومحيرة جمهور النادي الاهلي في كل العالم بصراحة كرة اليد او كرة السلة الحمد لله تم التعاقد الجديد مع كرة السلة مع كابتن اشرة توفيها المدير الفاني هو ابن من ابناء النادي الاهلي لكرة السلة والحمد لله تم التعاقد اليوم مع المدير الفاني السويدي مدير فاني سي في قوية جدا هو اولى لاند جرين معنا نرحب بضيفنا النهاردة كابتن محمد نجمي من نجوم التسعينات في النادي الاهلي كابتن محمد مشرفنا ومنورنا مساء الخير يا كابتن خالد ومساء الخير على المشاهدين كلهم يعني في فرقك أكيد بين جيل التسعينات وجيل الألفنات في النادي الأهلي الفرق فيها كابتن بتواني وبصراحة في جيل التسعينات احنا كنا متربطين مع بعض وكلنا بنتحرك مع بعض وكلنا هدفنا أن احنا نكسبه وهدفنا أن احنا نعمل سيفي قوي كلعيبة ده أعتقد هو ده الفرق شايف أن الجيل ده يختلف عن الجيل القديم في الناحية اللي هو التجميع اللي فرق مع بعضها دي حاجة مهمة جدا لما كل اللعبة طبعا موجودة مع بعض وكل واحد عارف أسرة التاني ومشاكلنا احنا كلها بنحلها دلوقتي بحس أن كل لعيب لوحده الفرقة دي ما بتعملش السابورت ليهم الجماعية هي اللي بتنجح أي حاجة في الدنيا الجماعية بتنجح أي حاجة النهاردة اللي اتعاقد مع مدير فني سويدي وهو مدير كان منتخب السويد قبل كده وكان مدير يعني ديها كبيرة في أوروبا وكسب رأيك إيه في التعاقد النهاردة بصراحة الرجل سبي بتاعه محترم جدا يعني وكلعيب واخد كاس عالم مرتين واخد مركز تاني واخد مركز تالت أنا شايف إن شاء الله يبقى فيه تفرة بإذن الله مع المدرب ومدرب الأحمال بتاعه برضو قوي جدا جدا ودلوقتي كورت اليد بتعتمد على قوة وسرعة فهو أعتقد أنه جاء مدرب معه كمان مدرب أحمال هايل طيب خلينا نروح لتقرير عن المدير الفني جديد أولا لاند جرين ونعرف عمل إيه وكسب إيه عشان نرجع نكرامل معك بتمتولي نجح مسؤول الفريق الأول لرجال كورة اليد بالنادي الأهلي في التعاقد مع المدرب السويدي أولا لاند جرين للإشرف على تدريب الفريق في الموسم المقبل ياتي التعاقد مع المدير الفني السويدي للعودة إلى منصات التتويج من جديد حرص سويدي على زيارة فرعي النادي بالجزيرة وآل مدينة نصر لرؤية منشآت النادي والتعرف على كل كبيرة وصغيرة داخل القلعة الحمراء نستعرض في التقرير التالي أرقاما في حياة المدرب السويدي هو من موليد عام 1964 بدأ حياته في ملاعب كرة اليد مدافعا عن ألوان نادي دروت السويدي ثم استكمل مسيرته بين الدور المحلي والدور الألماني حتى اعتزل عام 2003 حصل على بطولة الدور السويدي أعوام ثلاثة وثمانين سبعة وثمانين تسعين خمسة وتسعين شارك مع منتخب بلاده في ثلاثمائة وست وسبعين مبارئة سجل خلالها أربعمائة واثنين وثمانين هدف توجى المدير الفني الجديد ليد الأهلي حينما كان لاعبا بميداليات منديال اليد مع منتخب بلاده عامي تسعين التي يقيمت بتشيكوسلوفاكيا وتسعة وتسعين التي احتضنتها القاهرة حصد المركز الثاني في بطولتين أعوام سبعة وتسعين وألفين وواحد المركز الثالث في بطولتين أخريين أعوام ثلاثة وتسعين وخمسة وتسعين نجح سويدي في الفوز رفقة أحفاد الفايكينج ببطولة أوروبا مواسم أربعة وتسعين ثمانية وتسعين ألفين ألفين واثنين الميدالي الفضية للدورة الأولمبية اثنين وتسعين ستة وتسعين وألفين من جانبه يملك المدرب المساعد روبرت أرهينوس صاحب الأربعين عاما مسيرة مميزة مع كرة اليد عمل مدربا لفريق اسكوفاد خض حينما كان لعبا مئة وثمانا وتسعين مباراة محلية في السويد خلال الفترة من ألفين وحتى ألفين وعشر حصل مع المتخب السويدي على المركز السابع في بطولة العالم ألفين وتسع يأمل عشاقه ومتابع كرة اليد بالقلعة الحمراء أن ينجح العملاق السويدي في قيادة الفريق نحو البطولات ومعانقة منصات التتويج من جديد خلال الموسم الجديد زي ما احنا شفنا ما شاء الله سي في قوية جدا من ناحية كمدرب كلاعب ككل حاجة واخد بطولات ما شاء الله بطولات أوروبا وحصل مع المتخب السويدي على عدة مراكز قوية جدا وفي نفس الوقت هو لعيب حصل بدوت عالم أكيد هو عنده طموح جديد النهاردة داخل النادي الأهلي وداخل أكبر نادي في الشرق الأوسط أنه وحق مع إنجازات جديدة أعتقد ده يعني مدرب أو مدير فني على قدر النادي الأهلي نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن المنظومة كلها تشتغل وفريد هندبول بإذن الله يوصل لمنصات التتويج بإذن الله في المرحلة القريبة دي بإذن الله كابتن محمد النهاردة شايفين مدارس مختلفة جواهة مصر مدرسة أسبانية في الاتحاد المصري مدرسة السويدية داخل النادي الأهلي شايف نقول أقرب مدرسة أسبانية فرنساوي سويدي شايف مدرسة النادي الأقرب للنادي هي المدرسة السويدي قريبة من نينا وإن شاء الله كده بالسبي المحترم وشخصية المدرب إن شاء الله السنة دي هيبقى فيه حاجة كويسة وربنا يكرمنا ودي الحاجة اللي بتفرحنا لما كرة اليد في الناد الأهلي بتاخد كل البطولات احنا بنوى أسعد ناس يعني شايف الناد الأهلي النهاردة لما وفر كمان مخاطة أحمال اللي هو روبرت آآ رينسون وشايف الموضوع ازاي نهاردة مدير فني مخاطة أحمال الاتنين جايين من بره بيخططوا للناد الأهلي لموزومة كرة اليد أنا شايف إن الاتنين والاتنين مع بعض هيعمله شغل إن شاء الله كويس جدا وأنا بقولك مدرب الأحمال ده قوي جدا وكرة اليد في العالم دلوقتي هي قوة وسرعة فدي لو تواجدت فريق الناد الأهلي أعتقد إن شاء الله كل البطولات هتبع ليهم بإذن الله النهاردة الناد الأهلي أو كابتن عمر شاوي رئيس جهاز كرة اليد نزل بمعدل الأعمار نزل لغاية لـ 25 سنة 24 سنة رأيك إيه في نزول معدل الأعمار في فريق الناد الأهلي وتوليف تنين الأهلي السندي وتشكلته في الدوري أو في كرة اليد وأكيد كابتن عمر شاوي زي ما نقول جوه المطبخ وأعرف الأعمار السنية لازم تبقى فيه نزول شوية بس لازم تبقى فيه عناصر خبرة وأنا شايف إن شاء الله كده مع كابتن عمر شاوي هيبقى فيه شكل جديد إن شاء الله وده اللي بإننا احنا بنتمنىه ده اللي احنا بنتمنىه أكيد لكن شايف فيه فرق جيلين جيل كابتن محمد متولي وإنجازات مع ناد الأهلي 8 دوري 3 كاس أو 4 كاس 2 3 تبطوط أفريقيا يعني إنجازات كبيرة في الجيل في عشر سنين شايف إيه اللي ينقص الجيل ده عشان يقدر يكمل المسيرة دي هو منتالة معنا الجيل ده نقص هو الترابط والجماعية مع بعض لو تفتكر يا كابتن خالد وإحنا كلنا كنا مع بعض وإنت من الناس المحترمة يعني كلنا بنتواجد مع بعض كلنا عارفين مشاكل بعض وبنحل مشاكلنا مع بعض المشكلة دلوقتي المشكلة دلوقتي إن الناس بحس إنهم ابعيد عن بعض التمرين يخلص كل واحد يروح يروح بيته أو بيروح شغله اللي كان من نجحنا إن إحنا كلنا كنا مع بعض طيب دلوقتي كان الجيل بدايتك كانت في اسماعيل انتقلت إلى نادي الأهلي إيه اللي تعلمتوا جهة نادي الأهلي يا كابتن متولي قبل ما تطلع كما أنت بقى مدير فني لنادي الوحدة الإماراتي وأكيد أنت النهاردة أنت رجل أجنابي أو المحترف في نادي الوحدة الإماراتي تعاملت مع المواقف دي كلها إزاي هي بتبقى نقلة أنت حلم أنك تروح من الإسماعيلي بتروح النادي الأهلي ده حلم الحمد لله حقاته وعدين دخلت جوه الفرقة وكان كلهم تتفي مع وقار بصراحة لا والله وكان كلهم بصراحة أنا بس يعني الله يرحمه كابتن أمين الشاهد هو أول واحد شافني في الإسماعيلي رحمة الله عليه وكلم النادي وربنا وفى والأمور مشت كويس فدخلت النادي الأهلي لا مدرسة مدرسة تانية حياة تانية عارف إيه ليك وإيه اللي عليك ما ينفعش تخرج عن النص صعب إن احنا ناخد مركز تاني فكلهم نلعب على المركز الأول يعني احنا الفرقة الوحيدة أول فرقة في مصر دخلت بطولة عربية تحية كان في كوكا والمراكيشي في المغرب وكان فرقة المدرسة الجزائري كان عنده بطولة أفريقيا في مصر كسبان الزمالك وبورسعيد وكان مدير فن عزيز درواز قال لك أنا هلعب الأهلي في المغرب وأنا كسبت فرق مصر يا أكسبت مصر كلها أنا اتصادم معنا والحمد لله كان أول مباراة في البطولة وكسباني وفرق أربعة وأول بطولة عربية تخش مصر كان عن طريق النادي الأهلي أكيد بطولات كثيرة وإنجازات كثيرة في حياتك لكن خليها نروح للتقرير مع كابتن رقوف عبدالقادر المدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي وتعاقد وكلامه عن التعاقد مع المدير الفني السويدي الجديد في النادي الأهلي يعني والحقيقة يمكن يتأخر بعض الشيء التعاقد مع المدرب يعني والحقيقة يمكن يتأخر بعض الشيء التعاقد مع المدرب لأن احنا يعني مش عايز أقول لحظوظك عدد السيفيهات اللي احنا شفناها خلال المدة الأخيرة لأن احنا كنا حرسين جدا على دقة الاختيار طبعا الاختيار مع مصر الأولى يعتبر يعني من أحسن مدربين للعالم إذا صنفنا خمس مدربين وأيضا خبر الأحمال اللي معاه يعني الاختيار الحمد لله يعني كنا موفقين فيه فنرجو يعني نكون عند حص الظن في هذا الاختيار أيضا مدرب من غير لاعبين ما قدرش يعمل حاجة فبالتالي احنا كنا حرسين الموضوع مش بالكم المهمة بالكيف المهمة احنا محتاجين ايه الفنيين حددوا احتياجاتهم في بعض المراكز الحمد لله آه ثلاث عقدات ثلاث عقدات يعني أنا بعتبرهم من العيار السقيل يعني الثلاث اللي احنا جبناهم والأهم حاجة هو احنا محتاجين مراكز ايه واللي بيحدد هذه الاحتياجات هو الجهاز الفني مش أي حد تاني فبالتالي الحمد لله إلى جانب لسه في صفقة بتتم كمان علشان نخلص الاعداد الفني من الحيث اللي عابين والحمد لله يعني المدرب حيبقى متواجد وربنا يكرمنا بإذن الله ونقدر نعمل حاجة كهيسة طريق بإسم النادي الاهلي ويعوز رضا جماهير النادي العريضة طبعا السي فيه بتاعه سابقه ولكن يعني وصل بقاله يومين النهاردة اليوم الثالث بيسأل على أدق التفاصيل اللي تخص كل حاجة الإحصائيات والنسبة لللاعبين حرص على يشوف الناس كانت ما كانت الإعداد البدري السنة اللي فاتت والتستات اللي موجودة ونسب المشاركات طلب انه يقعد مع محمد سليمان المحلل التقني واخد كل البيانات عنده طلب انه يتفرج على كل المشاركات المتاحة بتاعت الموسم اللي فات طلب الأجندة بتاعت الموسم الجديد والتفاصيل بتاعتها وتفاصيل المنتقب اللعيبة هتبقى موجودة إمتى النهاردة دلوقتي بعد ما هنخلص هيتطلع بمسؤول الاتحاد ومدرب المنتقب هيعمل اجتماع معها علشان يحدد دي تدين انطباع كيفية العمل المنظم وفقا للمعايير الأوروبية والدولية واللي احنا بنتواصل فيه الخير بإذن الله يعني احنا زعلناكوا السنة اللي فاتت في اللعبتين اللي هد والسلة بنوعدكم اصبوروا شوية التدعمات اللي حصلت هيا اللي طلب الشحنة اللي بنحددها كاداريين في كل واحد عارف احتياجاته ايه الكابتن عشر طوفي اسم كبير في كرة السلة وهذه مسترقلة بالنسبة لكرة اليد يعني الأجهزة الفنية على مستوى عاري جدا وحددوا احتياجاتهم والاحتياجات اتوفرت وبقول في خلال اسبوع ده هنعلن عن بعض الصفقات بالنسبة الكرة السلة بإذن الله هتكون مفاجأة للناس كلها زي ما شفنا في التقرير يعني كابتن رفع اليد بيطمننا الحمد لله تمام داخل التقرير عن كرة السلة وكرة اليد وأكيد النهاردة بنكلم على كرة اليد لكن في نفس اليد برضو هو تكلم وقال في صفقة أو صفقات التعليم قريب جدا عن كرة السلة وهم فعلا هم كرة السلة وكرة اليد زي أنا متفق تماما معاه على السنة اللي فاتت كان الأمور ما كاتش على ما يرام أو على قادر ندى أهل لكن السنة بإذن الله بإذن الله أنا تمنى أن أمور ترتقي لأعلى كمان وإن شاء الله يكسبوا كل حاجة في إطار التدعيمات القوية اللي إن شاء الله قريب جدا 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 كابتن بتوالي لسه في تدعيمات قوية في فريق كرة اليد وي 17 لاعب كابتن رقوف قال أضق التفاصيل بيسأل عليها الراجل محلل نفسها اللي بيعايز البرنامج بتاع المنتخب رأيك إن هو البداية بتاعة الأولى تكون بالشكل هو راجل أكيد يعني فهم شغلك ويسأل ويسأل عليه ده ده طبيعي المدير أي مدير فني بييجي مكان لازم يعرف كل حاجة ولازم يعرف إمكانات لعبته وإحنا متوسمين فيه خير إن شاء الله إن الراجل بصراحة قوي جدا متوسمين خير إن شاء الله إن السنة دي موسم الجاي نعمل شكل كويس لأن دي اللي بقولك الحاجة الوحيدة خاصة لما نبقى بر مصر الحاجة الوحيدة اللي بتساعدنا لما نلاقي النادي الأهلي في كل الألعاب على فكرة مش كرة اليد في كل الألعاب دي حاجة بتساعدنا جدا أكيد دي تجربة للخواجه وتجربة داخل النادي الأهلي لكن تجربتك أنت مع النادي الوحدة الإماراتي كان تجربة مختلفة غيرها بدأت من لاشئ نحن ترامي طبعا النادي الوحدة الإماراتي ما كانش موجود فيه كرة يد وحاصل التفرة فيه خلال ست سبع سنوات طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى هو كانت للعاب الصلاة ما كانتش موجودة فجي قرار إن اللعاب الصلاة ترجع تاني وده من ست سنين فاشتركنا الحمد لله وأول موسم تعرف أول موسم أنت كول لعيبة واجمعها فالترتيب كان ما كانش مردي فاشتغلنا وقفنا على نفسنا أنا بس بحي بحي من قناة النادي العالي اللي هو رئيس مجلس إدارة النادي الوحدة كابتن خالد العناي وده راجل مس المنتخب الإمارات والكابتن عبيد مفتاح ده عده مجلس إدارة ومشرف عن اللعبة دول سابورت لي نحن إنت عايز إيه ممكن اللي إنت محتاجه إيه بيوفروا كل حاجة ليه جهاز كرة لد في النادي الوحدة الإماراتية وكويس إنك بتعمل مع شخصية راضية فبيبقى فاهم اللي إنت عايزه فربنا كرمنا ووفقنا تاني سنة خدنا تاني الدوري بعد الشرق فلما يبقى الوحدة مشترك بقاله سنتين وياخد تاني دوري أكيد أكيد فيه شغل وفيه إخلاص فعشان كده ربنا بيوفق أكيد فيه مدربين مصريين كتير خادوا تجارب كتير في الدور الإماراتي كابتن عاصم السعداني كابتن جبر الشمس كابتن هامواطي أعتقد في دول الخليج بصفة عامة النهاردة كابتن محمد بتواجد المدربين المصريين في الدوري الإماراتي هو بصراحة المصريين عماتا الناس بتخلص فعملين اسم كويس للمصريين يعني وعايز أقول لحضرتك يمكن الجهاز الوحيد اللي كله مصريين في نادي الوحدة الإماراتي هو كرة الياد ومعنا مدربين كتير ومدربين محترمين كلهم مصريين كلهم مصريين حتى الدكتور مصري أعتقد فرق لتمن العالم لما وصل للتمن العالم تفرق كتير جدا جدا في سمة المدرب المصري خارج مصر دي أسعد حاجة أسعد حاجة خاصة اللي يحس بيها أن اللي بيشتغل برة مصر لما منتخب بلده يحقق مركز لما نديب يحقق مركز بيبقى أسعد إنسان في الدنيا وبعدين احنا اشتغل معنا ناس كتير حتى من نادي الأهلي يعني الكابتن ياحي يوسف كان شلال معنا والكابتن محمد عبدالله اشتغل معنا وآآ ما بحب يعني مش ما بحبش أنا بحب المصريين لما بنشغل مع بعض بقى فيه إخلاص وفيه توفيم كان فيه تيم كويس تيم وور كويس شغالين من المصريين أو من ولادي النادي الأهلي في نادي الوحدة الإماراتية آآ الحمد لله يعني وده اللي أنا بلسه أنا بقولك على الكابتن خالدها ناقي طبعا إن كان بيدي لك كل مساحتك في الشغل هو أنت اللي مسؤول ببيعطلتش معاك كابتن متولي يقولك أصدق ابن نديك ده كذا ده كذا وقال لا عادي جدا بيسيب القرار لمدير الفن هو خاصة خاصة وبعدين الشعب الامراطي ده شعب جميل تميز جدا جدا لو بيبقى عنده الثقة فيك فبيدي لك مساحت شغلك وآآ بيقول لحدك إن الجهاز الوحيد إن كله مصريين يعني أنا أشتغل معي من ثلاث سنين الكابتن إياح هيوزة وظروف خارجة عن إقراض تونيسي لمصر وكابتن محمد عبد الله وكابتن عماد سعيد من سبورتينج وكابتن أحمد عبد الرحمن من نادي الظهور فكل التوليفة دي بيحس إن إحنا بنبقى مرتاحين مع بعض خلاص فهمنا بعض المنافسة زي في الدور الإماراتي؟ بالنسبة لنا إحنا إحنا لسه بنقول بنقول واحد اتنين بس عاملين صمع كويسة عاملين شكل كويس وخاصة عن فريق الأول السنة اللي فاتت أول مشاركة لي فكان إن كنت عايز تحاسب نفسك فتشوف الفرق اللي هي دخلت معك فالحمد لله إحنا المطشط كلها الفرق اللي بدأت زينا كلها الحمد لله مكسب وعملين شكل كويس أنا عايز أقول لحضرتك إن التالت سنة من اشتراكنا في كرة اليد عندي ستة منتخب ما شاء الله أربعة ناشئين واتنين أشبال أعتقد هو الناشئين والأشبال هم اللي بيعملوا التفرة في المستقبل لنادي الوحدة الإماراتية أنا تمنى لك التوفيق فيها هنسيب المنافسة في الدور الإماراتي وأنكش على المنافسة في الدور المصري ونادي الأهلي والمنافسة قوية جدا شرسة لأن في أديا كتير دعمت نادي الجزيرة دعم نادي المعادي دعم بإضافة إلى نادي الليوبس ونادي الزمالك ونادي سبورتينج ونادي أسبوح المنافسة أعتقد غير بقى ستة سبعة عندها كبدا متولي مش تبقى الاهلي والزمالك. بس بقية. ما هي دي حلاوة كرة الان. هم. يعني اه حل بلا لحضرتك واحنا بنلعب. هم. كان عندنا اهلي وزمالك. مسبورتينج والومبي. كويس. كانت متحس بالمتعة. والطيران. هم. وتحس بالمتعة. هم. لما تبقى تعمل اه مش محددين مين بطل الدوري لغاية اخر مباراة. هم. فان يبقى فيه اكتر من فريق. هما بينفسوا على بطولة الدوري. ده كل الجمهور هو اللي يستفاد. هم. والمنتخب هو اللي يستفاد. ودي حاجة تساعدنا جدا. هم. طب. لو قلنا دي المنافسة اهلي زمالك هتستقرر الاخر ولا انت شايف ممكن الدوري ده يبقى فيه دربكها بسبب اللاعبة كتيرة ومتواجدة داخل الدوري المصري. انا شايف في الجزيرة داخلة. هم. ان سبورتينج داخل. هم. سبورتينج ده اخد بطولة السوبر. هم. واما لما قلت لها داك المنافسة تبقى اكتر من اربع خمس عندها. دي حاجة كويس. انا شايف المنافسة السنة دي حتبقى رايحة لبقيت شوية. طيب. لو قلنا اكيد انت مدير فني النهاردة واكيد تأثرت بالمدرين الفنيين المصريين قبل كده. او مدرين فنين اجانب. دي اكيد كما يتراه لك. لكن مدرين فنين مصريين عملوا طفرة كويسة في اجيال كتيرة في منتخبات المصرية. كابتل محمد بتوها يتأثر بمين? بصراحة. انا بصراح تأثرت باتنين. فضل. يعني هو والدي الروحي. الله يرحمه جمال بيه شمس. رحمة الله عليها. واده علم ناس كتير. دي حاجة. ناس تدريب. وعلم ناس فن. غير في اصول كرة اليد. في كل حاجة. دي حقيقة. الله يرحمه مش هيجي حد زي. تمام. والتاني كابتن محمد ابن عطي. كابتن الديب. اه. حد شدر اه طبعا. كابتن الديب اللي يعرفه. اه. هو صديقك. بس ما فيش انت في شغلك. جوه الملعب ده شغل. بعد الشغل هو صديقة. هو جوه الملعب بيتفاهمش بها حد. لا ما ينفعش. وده على فكرة انا لما جيت اه مرة. اه. اتعلمت من جمال بيه شمس. اه. وتعلمت من كابتن عماطي. اه. يعني يعني كابتن عماطي وكان تدريبه قاسي جدا. جدا. شايف ان التدريبات بتاعت كابتن عماطي او كابتن جراشة في الزمان هي نفس التدريبات دلوقتي ولا الدنيا اختلفت خاصة في كرة اليد. هي اختلفت السرعة. اه. انما القوة هي موجودة. اه. كرة اليد اعتبارها يعني احنا بنا لازم يبقى لعيب قوي جدا. اه. وسريع جدا. اللي هو زادت بس السنين اللي احنا فيها دي ان هي السرعة. اه. انما القوة موجودة. اولى اه الخواجة او المدير الفاني السميدي اه بستر اولى بدأ او قال ان هيبدأ فترة الاعداد يوم اتنين وعشرين سبعة باذن الله كمان تقريبا عشر كيام من دلوقتي باذن الله او اتناشر يوم اسبوعين. اه. والفترة تكون ستة اسابيع لبداية الدولة المصري. شايفين الفترة دي متناسبة مع بداية الاحمال وبداية المرحلة اللي جاية. ولا ايه رايح لاتك. يعني لو ستة اسابيع يبقى الفترة قصيرة يا رب صراح. من وجهة نظر. موجهة نظر. مهما كان مدرب الاحمال قوي. حدرة اللعيب المصري عندنا مش هتستحمل كده. تمام. يعني ستة اسابيع انا حاس انها قصيرة جدا. طيب. خلينا نشوف تقرير مع المدير الفاني جديد السويدي للناد الاهلي مستر اولا لاند جرين. وترجعونا مرة تانية. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أولا شكرا لكم هنا. ستكون مدرسة جدا. وطبعا بسعيد جدا بحضوره في النادي الاهلي نادي القرن نادي عريق ولعب قصد منتخب مصر قبل كده. طبعا الفترة اللي جاية هتبقى فترة حسيمة بالنسبة له. وحيبدأ فترة الاعداد من يوم 22 سبعة. حط البرنامج وحي لمدة اسبوع لغاية ما ييجي. اتكلم مع اللعيب مبارح. حسهم على الانتباط والالتزام والسرعات. قمنا فيهم وطبعا انه اللعبة مبارح فهمت ان ده رجل ده مش جاي يهزر. هو سعيد جدا بقولك فيه لعبة كتيرة في النادي الاهلي وده نادي عريق ونادي كبير. وسعيد انه هو في هذه المنظومة. اعتقد انه يجب ان نبدأ اولا ونرى النادي الانتباط والسرعات. وطبعا مبارح للمجتمع مع اللعيبة. كان برضو اخذ الدوكومنس بتاعت اللعيبة واعمارها والبوزيشن بتاحها. وهو يعرف طبعا جي سالم على تلتة اربعة لعيبة لعبه وصاده في منتخب نصر. في الفترة دي هيبص على السكاوتينج واللعيبة. وفي برضو كان ماتش في الفترة الاخيرة بسجل هالو. يتفرج عليها ويبتلي قايم اللعيبة. وان كان هو يعني معظمها عارفها. تعلم انها الرياضة. والرياضة مكسب خسارة يعني بيقصد هذا. ولكن هو عليه الفترة اللي جاية عنده حوالي 8 اسابيع. العداد هو يحاول على قد ما يقدر انه يقوي اوجه النقص عندنا. وطبعا اما جي واكتمع مع اللي بعرف ان فيها اللعيبة بتدفع قوية. ليس طبعا اللعيبة التونسي لما يجي وتحور معاه. هو عنده رؤية مستقبلية للفرقة. ويمكن لما اتكلم معه من بارح. قالوا لهم ان الهندبول التغير خالص. ويعني سعيد جدا بوجوده في نادي آلي. وحظب باحترام الناس وتأييدهم في الأفرع اللي وتفرج عليها. ان شاء الله ان شاء الله حنبقى في الرياضة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله حنبقى في بمسر وفرقة. هو سعيد جدا ان هو في اكبر منظومة في مصر وفي افريقيا. هو تفرج برحلة وتفرج على التدريبات في مدينة نصر وخاصة اسنع على تدريبات 2005. هو سعيد ان هو موجود و الفترة اللي جائح تبقى فترة صعبة. اعتقد ان نصب المهم يكون الشئ المهم تتعايد. ان شاء الله الفترة اللي جاية تبقى فترة يعني مفهاش مبلغات او مفهاش يعني ادية كبيرة هيحاول احنا عندنا لعيبة موغوبة والفترة اللي جاية هيحاول يحط النظرة الاسكندنافية السويدية ويحاول يدمج ما بين المدرستين مدرسة الاوروبية الاسكندنافية وطبعا احنا مدرستنا بتعتمد على مدرسة بحرابيط فمن خلال التولز ومن خلال اللعيبة حيوقف على مقدرات السيزون اللي جاي باعد الجمهور انه هيبقى عنده فريق قوي وواضح انه كلامه وكلام المدرب الابلي انه هو بيعتمد على الدفاع كل كلامهم دفاع الدفاع الدفاع ودي نظرية او مدرسة الهندبول الجديدة الدفاع والاعتمد على الفصل بريك يعني ان شاء الله هتبقى موسم جديد وموسم ان شاء الله ناجح ان شاء الله ونستمر لنا من خلال التولز ونستمر لن نتعلم زي ما شفنا قدامنا في تقرير المدير الفني اتكلم على نوقات مهمة جدا اخذت من كلامه بعض النوع حاس اللعبين على الانتزام والانضباط وهي دي اصول الرياضة الانتزام والانضباط داخل وخارج الملعب اساس النجاح لكن قبل الرياضة مكسب مخصارة النادي الاهلي عندنا مكسب نتمنى لان الجماهير الخارج للسنة اللي فاتت من سيزن يعني ما كانش الامثل بالنسبة لهم لكن ان شاء الله بإذننا السيزن الجديد مع الادارة الفنية الجديدة تكون هو الموسم الامثل بالنسبة لجماهير النادي الاهلي نتمنى التوفيق وكمان زي ما احنا شفنا ساعة التعاقد كان متواجد مدير عام النادي العميد محمد مرجان وكابتن جوهر نبيل عضو مجلس النادي الاهلي وكابتن رقوف عبدالقادر والكابتن محمد عبداليس المدرب المساعد في فريق النادي الاهلي السنادي في الدرجة الاولى نتمنى توفيق لهم كابتن محمد متولي سريعا لان الفعلا الوقت تجري معنا بسرعة معاك ونتمنى نفضل عديم معاك كمان شوية لكنه تجري معنا كورة الهد المصرية راح لمرحلة مهمة في يناير اللي جاي وبطولة افريقيا في تونس رأيك ايه في هذه الموقعة لا ان شاء الله انا متفائل جدا احنا عندنا عناصر كويسة جدا هي بس تنقصها الخبرة وانا احس ان بطولة تونس ان شاء الله ان شاء الله ان يكسب في تونس ان شاء الله مصر في اخر بطولة عالم كسبة تونس تمن تسعة جوان فارق والمركز التامي في بطولة العالم والنهاردة راح تونس باحلام جديدة عشان توصل للأولمبيات اللي جاية هتقول ايه ان شاء الله انا واسق جدا جدا في رجالة مصر كلها وخاصة انا شايف ان عناصر سوية راح بتثبتوا جدع ان شاء الله نكسب البطولة في تونس ونتقهل الأولمبيات ان شاء الله يا رب اللي يتمنى الخير انها تقهل ان شاء الله طيب قول لي بصراحة شديدة جيلك اتظلم ان السوشال ميديا بكادش موجودة ما كانش موجود اصلا سوشال ميديا اتظلم لو كانت السوشال ميديا موجودة كانت جيدة اختلاف مع اخيات جدا جدا حاصة دلوقتي كل حاجة بقت خلاص انت شايفها وعارفها وعايز تعرف حاجات بعيدة عنك انت بتعرفها في وقتها احنا كنا بنكسب اللي حواليك هما بس في النادي الاهلي المجلة النادي الاهلي هي اللي كانت مهتمية بينا لما في فرق شاسع بين زمان وبين دلوقتي طب بصراحة شديدة يعني في حاجات كده لازم اقولها هتطلعها منك انت في الزم بتقول لي الجيل ده عمل انجازات كتير جدا من النادي الاهلي لكن محاجش على المستوى الافريقي اللي هو الاندية اي بطولة اندية افريقية او عربية سافرها هكسبها طب ب لكن كان دايما يحصل تضارب بين موعيد البطولة الافريقية وموعيد منتخب مصر لو كان الجيل ده لها بكل البطولات دي كان ايه اللي خاصة كانتش في بطولة ما انت معانا وعارف يعني اللي كان مين المنافس الوحيد اللي كان لمصر الجزائر اه وتتمثل في المولادية الجزائري اه بعد ما كسبناه في بطولة عربية وبطولة افريقية ويعرف ان الاهلي المصري رايح بطولة افريقية او عربية ما بيجيش لكن ايدي قالي ما سافرش كتير بطولات افريقية وبطولات سوبر مع انه كان بطل دولي وبطل كاس عشان المنتخب كان عنده ارتباطات كتير ولو كان ده كان نادر ايه سافر ما كناش فيه بطولة ما خدناش اعتقد كان فرق كتير جدا نادر ايه خد بطولات كتيرة في الوقت ده وقفل سيزون بطولات افريقية اتنين في سيزون واحد دولي وكاس وهكذا احنا كان فيه عندنا اربع بطولات الاربع بطولات بناخدهم ما انتهيالي لما كانش المنتخب يبقى عنده ارتباطات كتير ما كانش فيه بطولة تطلع انت لو تفتكر كان التاريخ اختلف بس انت لو تفتكر كان فيه بطولة نهاية بطولة عربية مع مولادية نفط واهران جمال بي شمس الله يرحمه دخل بينه الشطين احنا نتيجة اربعتاشر تلاتة حصل كمله انا مش عارف اقولكو ايه كان عنده ثقة فينا واحنا عندنا ثقة فيه طبعا الله يرحمه ربط الله عليه في الريت النادي الاهلي من سنة التسعين لالفين واحد الناس مختلفة تماما الناس عايزة تكسب ماينفعش مركز تاني في النادي الاهلي وده اللي احنا تعودنا عليه ده اللي فدني وانا مدرب وانت لعيب كان مين بقى مواقف وطرافزة بيقوله يعني سريعا جدا يعني لازم كابتن سامح ابو ايرس وانا في موقف بس عايزة كابتن محمد يحيى هو مدرب في النادي الاهلي اه فاخدناه بتوله اه كان فيه كابتن احمد سالم مصاب فاخدنا محمد يحيى فدخلت القوضة بافتح كده ريتو بيكلم نفسه امم مش ممكن فرقة زي دي امم بتهزر جمي جدا وبتضحك انما في الملعب حاجة تانية حاجة تانية خالص وهي دي سمة النادي الاهلي وهو دي سمة النادي الاهلي فعلا واتمنى يا رب اتمنى يا رب ان الموسم ده يبقى خير على كل فرق النادي الاهلي يا رب نتمنى توفيق ليك في الوحدة الاماراتي ربنا يا خليك وكلمة اخيرا جمهور النادي الاهلي تقوله ايه بعد بداية بقى السيزون او في بداية السيزون تقوله ايه جمهي النادي الاهلي تعمل سابورت ازاي اللي في الاهداز ده? يصبروا ويدي الفرصة للراجل يشتغل. وانا بقول ان الراجل سي فيه قوي جدا. حتى مدارب احماله قويس جدا. فهتلاقوا حاجة تانية. ودي كل مداربين النادي لازم يستفادوا من الراجل ده. لازم يتابعوا الراجل ده. لو ما عندكش تمرين لازم تروح تتفرج على الراجل ده. انت الوحيد اللي هتستفاد. نسبة للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اصبروا. عندما عارف ان انتوا زعلانين لان مش دي كرة الاهدي في النادي الاهلي. ان شاء الله اللي جاي احسن. وربنا يوفق. كابتن متوال اللي نورتنا وشرفتنا. وكنت سعيد جدا انت معايا النهاردة. ربنا خليه كابتن خالد. واتمنى كده ان النادي الاهلي يساعدنا اكتر واكتر. بازن الله. نتمنى التوفيق دايما لفرق النادي الاهلي. لكل فرق النادي الاهلي. وخاصة فريق كرة الاهدي. اللي انا واحد منهم من هذه الاسرة داخل النادي الاهلي. ان شاء الله بإذن الله البداية قوية مدير فني قوي لعبين أكفاء موجودين على أرض الناد الأهلي بإذن الله تكتمل ببطولات داخل القلعة الحمراء بشكركم وإلى اللقاء